بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس اليوم عن نص النصور للشاعر محمد ابراهيم ابو سنة من شعراء المدرسة الوقعية كفكرة عامة بالنسبة للنص الشاعر بيرى ان احنا عندنا نوعين من البشر النوع الاول ده اللي عنده تنوح وعنده كبرياء وبيسعى دايما لتحقيق اهدافه النوع ده الشاعر بيرمز ليه بالنصور عندنا نوع تاني من البشر اللي هم الناس الخاملة الناس الكسلانة والشاعر هنا بيرمز لهم بالارانب الفكرة الاولى بالنسبة للنص هي طموح وكبرياء النص بيقول لنا النصور الطليقة هائمة في الفضاء الرمادي ترصد موقعها في اعالي الجبال انها تتذكر شكل السهول بخدرتها بتدفق غدرانها والارانب تقفز في العجب مثل اللي قال النصور الطليقة هائمة في الفضاء الرمادي ترصد موقعها في اعالي الجبال انها تتذكر شكل السهول بخدرتها بتدفق غدرانها والارانب تقفز في العجب مثل اللي قال الشاعر هنا بيتكلم عن الناس الاحرار الطموحة اللي بتحب الحرية هو بيرمز ليهم بانه هم زي النصور اللي بترائب من الفضاء من اعالي الجبال وتنظر على الناس الضعاف الكسالة اللي هو هنا بيرمز لهم بالارانب يبقى تاني الابيات من واحد لتسعة الشاعر هنا بيتكلم عن الناس الاحرار الطموحة اللي بتحب الحرية وهي النصور اللي بتحلق فيها الايه في الفضاء بترائب من اعالي الجبال السهول اللي موجود فيها الارانب اللي هم الناس الكسالة الضعاف كلمة هائمة يعني حائرة كلمة طنيقة يعني حرة اللي قال اللي هي المقصود بيها اللغلو اللي هي الجواهر ترصد يعني تراقب غدرانها ده جمع مفرده غدير وهو النهر الصغير الابيات بعد كده تتذكر والجوع يحرق احشاءها فتسدد نظرتها للمحال تتعالى تحلق مثل الشموس التي افلتت من مداراتها يصبح الافق ملكا لها والنجوم منارتها والخلود احتمال عندها تأخذ الكبرياء التي قتلت جوعها تتمدد تنسى تراب السهول اغدرار الحقول انبساط الرمال الشاعر هنا في الابيات دي بيكلم ازاي ان النصور دي مش بتهتم بالجوع المؤلم هي بتتطلع دايما للامل الايه البعيد هي بترتفع لاعلى زي الشمس بالزبط اللي خرجت من بره الايه المدار بتاعها فاصبح الكون كله ملكها هي بتبحث النصور دي بتبحث عن الابدية في كبرياء بيقتل الجوع بتاعها وهي يبدأ بتنسى كل الناس الضعيفة اللي بتعيش في الايه ما بين الحقول اللي هو المقصود بيها الكسلانين اللي هو بيرمز ليهم بالارانب يبقى تاني النصور الابيات من عشرة لاتنين وعشرين النصور ما بتهتمش بالجوع المؤلم هي بتتطلع دايما للامل البعيد بترتفع لاعلى زي الشمس اللي خرجت من المدار بتاعها واصبح الكون كله ملك لها بتبحث عن الابدية في كبرياء الكبرياء بيقتل الجوع بتاعها وبتنسى كل ما يربطها بالايه بحياة الضعفاء اللي هم مين الارانب اللي بتعيش في الحقول الخضراء لو اتكلمنا عن مواطن الجمال فحنلاقي احنا عندنا استعارة تصرحية في كلمة النصور استعارة تصرحية في كلمة الارانب عندنا استعارة مكنية في كلمة النصور او جملة النصور هائمة عندنا كمان استعارة مكنية فالنصور ترصد موقعها استعارة مكنية في النصور تسدد نظرتها للمحال الشموس التي أفلتت عندنا كمان كناية في كلمة يصبح الأفق ملكا لها دي كناية عن التمكن والسيطرة في تشبيه موجود الأرانب مثل اللقالق ده تشبيه مبين أعالي الجبال والسهول ده محسن بديعي تباق يبرز المعنى مداراتها ومناراتها بجناس ناقص الشموس ومداراتها والنجوم دي مراعاة نظير تصير الزهن هنلاحظ أن الشاعر هنا عمل في المقطع ده صورة كلية فمثلا الطامحين اللي هم النسور الخاملين اللي هم الأرانب طب عناصر الصورة دي ايه أو أجزاء الصورة دي ايه هو أرانب ونسور ونجوم الشمس هنلاقي أن خطوط الصورة دي موجود فيها صوت ولون وحركة الصوت في خرير الماء وأقدام الأرانب وهي بتقفز اللون في الفضاء الرمادي في خضرة العجب في بياض الأرانب في ضوء الشمس في صفرة الرمال أما الحركة فهي موجودة في انطلاق النسور تدفق الغدران وقفز الإيه الموقف الثاني هو خوف واستسلام ناصب يقولنا في المضيق العميق الأرانب قابعة في انتظار المصير المدججة بالموت تأكل أعشابها بالفرار إلى الجحر ترجف بالخوف بين الظلال الأبيات هنا بتعرض صورة للإيه للناس الجبانة الضعاف وهم منتظرين نهايتهم هم عاملين بالزبط زي الأرانب الخائفة في الإيه في الجحور تاني الصورة هنا بتصور لنا الناس الجبانة الضعاف وهم منتظرين النهاية بتاعتهم زيهم بالزبط زي الأرانب الخائفة المختبئة في الجحور كلمة مضيق أي مكان ضيق عميق يعني صحيق قابعة يعني مقيمة ومستكينة مدجج المراد هنا انتظار الموت وترجف بالخوف يعني هي جبانة وخائفة جدا ومضادها تطمئن أو تأمن عندنا في المضيق العميق ده اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد بتقديم الجر والمجرور عندنا كلمة الأرانب استعارة تصراحية في انتظار المصير والمصير المدجج الاتنين دول استعارة مكنية عندنا سؤال مهم هنا بيقول لنا غلب الرمز على ألفاظ الشاعر في هذا المقطع وضح وبين إلى ما ترمز هذه الألفاظ احنا عندنا فيه بعض الرموز فمثلا عندنا كلمة الأرانب هي بترمز للناس الجبانة والضعاف كلمة المضيق العميق هي بترمز للذل والضغط كلمة الجحر بترمز إلى الخضوع والذل كلمة الظلال بترمز إلى البعد عن الحرية وكلمة قابعة بترمز إلى العزلة الموقف الثالث بالنسبة للنص هو تمسك بالطموح وإصرار عليه النصور الطليقة في الأفق تعرف مصرعها والعيون التي تترصدها والنصال التي تتعاقب خلف النصال النصور الطليقة في الأفق تعرف مصرعها والعيون التي تترصدها والنصال التي تتعاقب خلف النصال هنا الشاعر بيقول لنا او بيرجع تاني ان هو يعظم النصور او الاحرار الناس الطمحين هو بيرجع يبين لنا ان هو بيعظمهم وان هو معجب بشجعتهم رغم ان هم عارفين المكائد اللي بتضبر ليهم من الناس الحاقدة عليهم هم عارفين نهايتهم ان هم في الاخر خالص حيموتوا بشرف الا ان هم صامدين امام كل ده يبقى الشاعر التاني بيرجع ان هو يعظم الاحرار هو معجب بشجاعة ولا ايكل ايه الاحرار الطامحين رغم ان هو عارف ان هم عارفين المكائد اللي هي بتضبر اليهم الا ان هم ايه صامدين امام ده لان هم عارفين ان نهايتهم هتكون بايه بشرف كلمة مصرعها يعني نهاية والنصال هو سن السكين او الرمح او السيف تترصد يعني ايه تراقب اما كلمة تتعاقب يعني ايه تتوالى وعكسها تنقطع كلمة النصور استعارة تصرحية الطليقة في الافق ده ترشيح للاستعارة عندنا كمان استعارة مكنية تعرف مصرعها النصال استعارة تصرحية كلمة العيون هي مجاز مرسل عن الايه عن الرقباء الرقباء علاقته الجزئية النصال التي تتعاقب هي كناية عن كثرة الحاقدين استخدام الافعال المضارعة زي تعرف وتترصد وتتعاقب الفعال المضارعة بيفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة الاساليب كلها خبرية لازهار الاعجاب بالنصور وتحقير الحاقدين شكرا على حسن المتابعة والاستماع شكرا على حسن المتابعة والاستماع